ضمن الملتقى الحكومية 2016 الذي جمع مختلف المسؤولين من مزارات ومؤسسات الدولة تحت سقف واحد تم تكريم العديد من المبادرات المتميزة في القطاع العام والتي كان لها الأثر في التنمية والنهضة الوطنية هذا وتم تسليط الضوء على ثلاثة مجالات هي جودة التعليم والتميز في التواصل مع العملاء وأفضل الممارسات الحكومية المزيد من التفاصيل في تقرير زميل صالح يوسف تأكيدا على تعزيز دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته في ظل بيئة خصبة رافدة للنمو والتطوير جاء ضمن إطار الملتقى الحكومي 2016 تقدير الجهود العاملة في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لسيما المتألقين في سماء التميز وفي مجال التعليم نالت مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات جائزة الجودة وذلك لحصولها على تقييم ممتاز من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم وفي ثلاث دورات متتالية لا شك أن تكريم اليوم هذه المدرسة هو نتائج إحدى المبادرات المهمة التي انبثغت عن مشروع تطوير التعليم والتدريب وهناك هدف أساسي لدى وزارة التربية والتعليم هو زيادة عدد المدارس التي دائما تحصى على تقدير ممتاز وتقدير جيد وفي مجال التواصل مع العملاء حازت وزارة الإسكان جائزة التميز ضمن الجهات الأفضل تفاعلا في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى طبعا تواصل في الواقع يعكس اهتمام الحكومة الموقعة في إيجاد المبادرات التي تهيئ للجميع بالتواصل مع المواطن بكفاءة وجودة عالية وكذلك فاز بهذه الجائزة كل من وزارة المواصلات والاتصالات ذات المشاريع النوعية والمتميزة في مملكة البحرين وأيضا مجلس أمانة العاصمة أما جائزة أفضل الممارسات الحكومية فقد تقاسمتها مجموعة من الوزارات والمؤسسات ومنها وزارة الداخلية وذلك لإطلاقها مشروع السياج الأمني الإلكتروني المشروع عبارة عن منظومة إلكترونية وتعتبر إكمال لمشروع السياج الأمني الإلكتروني أجهزة تعرف إلكترونية أي أجهزة تتبع للأهداف البحرية جميعها سيتم تركيبها على جميع الزوارق المسجلة في مملكة البحرية وكذلك حصل على هذه الجائزة وزارة الصحة لتطبيقها مشروع الاستخدام الأمثلي للمضادات الحيوية من الأشياء ومشاكل كبيرة جداً ليعاني منها العالم الآن بأن الاستخدامات صارت غير صحيحة بالنسبة للمضادات الحيوية وزارة الصحة تضع على عاتقها أن يكون هناك برامج متكامل هذا البرنامج بحيث أن نقلل من استخدام سيء للمضادات الحيوية نقلل من المكروبات عامة التي ممكن كل مرة يصبح فيه مكروبات جديدة مضادة للمضادات الحيوية كذلك نقلل من المضاعفات التي مع المضادات الحيوية فيما نال مصرف البحرين المركزي أيضاً على هذه الجائزة لابتكاره معادلة للمحاسبة نقلت شركات التكافل الإسلامي من الخسارة إلى الربحية ثمار التميز لا تجنى إلا بالعمل الحثيث والدعوب ومن أجل مصلحة الوطن والمواطن شحذ أولئك الفائزون هيممهم غايتهم المضي في طريق الرقي والازدهار لتلفزيون البحرين صالح يوسف من مركز عيسى الثقافي شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكرا